وفي واقعة ثانية أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمري أن سفينة حاويات ترفع عالم ليبيريا مملوكة لشركة ألمانية تعرضت لأضرار جراء هجوم جوي على بعد خمسين ميلا بحري شمالي ميناء المخا اليمني وأضافت أمري أن السفينة كانت تتحرك جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقذوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط حاوية في البحر من جانبه قال مسؤول دفاع أمريكي إن مقذوفا انطلق من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحوث في اليمن أصاب سفينة الجسر التي ترفع عالم ليبيريا مما تسبب في نشوب حريق دون وقوع إصابات